يهوهوه هههه اللّا عندك افكار مرتبية وزيم انا كان لازم مستشيره من زمان لو مستشيره من زمان كان يطمرةه huh لقد أدأتلي 700 تليفون لتتطمّن علي اخباري ايه بس ما طالش فيه خلص رحي أبدأ بتطبيق الخطة ما اليوم ليش ما اليوم؟ من الّا ياهههههه بدي أيأكل مائفي تاكل ايجي يا inertia جوان لا أعرف أعد الكول果 أعد العشر وتجيب أموا منذ كل الملات 1-2-4-7-10 هذه أعدة العشر لا أجأبي 1-2-3-4-5-6-7-2-9-10 هذه أعدة من الملات وضعه 1-2-3-5-6-7-8-9-10 أعدة upgrades لا أجأبي هل أريد أكل امام لك ما الجوان ماليش ما ما طولوا باكم خمس دقائق هلا بيجي بجوز مبنشر مع الدولاب عالطري اصلا انا كل خوفي يكون ابي مبنشر صارت بدي أكل متل ما بدكم يلا ماما قوم قوم مغسل إيديك يلا أنت بتاني أنا مغسل إيدي ايه انت ما شفتها بالمدرسة ارو غسل المرة تانية يلا رو بتفهم منين اختراعوا منها الصابون هاج يطرى شو يلي أخروا مالو بالعادي يتأخر دقيقة وحدة بس ما يكون عاملو شي حادث بالسيارة تا خير شوفي اوامل حي تتغسل إيدي اشو حمام شمي رو خسل المرة تانية هل لا تعدي تتحججي ما رح يجي قبل وغسلت إيدي عشر مرة رح يشوفي منين عم يتغدى ولا ماما لجد فوت تغدى مع أخوك من هلقها الفخد للولد الكبير ايه الفخد التاني هاد لبابا ما حلها تتعرف العادة اكله اكله لو بدو يجي كان اجمل زمان لمسا بقولوا اكل المطاعم اقل امي منتح ايدين بتسوى كل الطاولة تاكله امي سمعي مني وتعيكلي، البابا لو بدو يشي كان اشي من زمان كول انت وسكوت دانيما صحتان وهنا غسل ايديك مني وانت ام دا حتخلصني؟ لحتى اشبع بس كش ما عقوم اعجلك اكله عشي بالاكل عشي بالنبس عشي اكله عشي بالشهد اهلا بسهده مورستك جبلي واحد اهوي وسطه اهلا عيني يا ترى شو عم تعمل هنا اهلا؟ تغديت ولا لسه؟ طب يا ترى بي شو عم تفكير؟ ما سألت حالا ليش تأخرت؟ اكيد سألت حالا معناتها بتكون بلا شي تتشك باك اي خليها تشك بل كي بتصير تهتم فيه با تأخر جميل يماله بالعادة ان شاء الله تكون هالتأخر على خير يا رب جواب الجراسين بلشو يزوروني ما بي غيري بالمطعة معناتها لازم قوم بس يعني لو ضليت قاعد ساعتاني كان اضمن لنجاح الخطة لعم يزوروني عجد وين بدي أطعلي شي ساعة ثانية وين وين روحت علي نومة بعض الضار أسهل خطة بإذن الله رح تنجعها شو صار فيه تأخر كتير ليش لا روي علي نومة بعض الضار لا ما هو درافوي موسيقى 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 لعمه ما عمى لا سألتني مين عزمك ولا بأي مطعم ولا شو أكلت ولا إن كان في ستات عالطولة ولا لا معناى هذه الخطة عالفاضي تشانططة عالفاضي أنا لازم طبق الخطة الثانية شفت أني مرحت خانة؟ قشيما كانت لازم تعمل متل سحار تقوم الدنيا وتقعه على مين السحار؟ يالبي المسلسل مرحبا بابا اهلا بابا وجدت لحلق وانت شو دخلها؟ قضي تردت ولا لا؟ وليه عم تسأل؟ اكل فخدة الجاش تبعاك صحتين؟ شفت معيات علي فس 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 اللي محيرني وما خلانيش انام ازاي انا اقضى هانا شو رأيك بها الجرافية؟ حلوة عالطأم؟ كتير حلوة طيب هاي احلا ولا اللي كنت لابسها؟ لا هاي احلا يعني اللي كنت لابسها مو احلى طيب شو رأيك بهي أنا شايف كأنه هاي بتلبق أكتر شوفي هلا بدك رأيي الجرافات الجديدة أحلى بدولت أنت البسها وين حاط الطيارة؟ بالخزانة سمناني شوي بدي آيرو بي ولا قللي قبلة ما ألبسها هلا لأني اتأخرت على الموعد هو عيك يروح فكرك لبعيد وتفكري عندي موعد مع شي وحدة لا سمح الله تعرفي أنا ما عندي هالفصول بارب بارب طيب ما بدك تعرفي الموعد مع مين؟ يعني مع مين رح يكون؟ ما عرفي مرفقاتك وراح ينعشي محل تسلميلي على الثقة بجوز اتأخر لا يشغل بالك قوعك تفكري عندي موعد مع وحدها لا حبيبي شو هل حكي تطلع على أبري لو بدخيل هاش بو بي أنا روح محل ما بدك حبيبي أنا بعرف إنك بتسقي فيي إنتي تصلي بهبي هاي 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 رفقتك برجدان أبن خالتها ما بيطلق الموظف اللي عندي لأنه وعدته هي إنه تغار عليه وتدير بالعليه وتسأله وين بروح وين بني جيه لا تلك اللي يهمها أو عي فكري عندي حقبله بكرة يا قبر قلبي شو حلو مرد بدل برد فكري حقبله حقبله بكرة تطلع عن أبري وين ما بدك روح وين بديروا شو ساويت بحالي أنا و بعدين مع انا هاي مالي غير أمي جاهلة عندك يا أمو بهيكا بعرف حالي أحلى لأنه طالعي بغبيش شو عمل لك كمان يا أمو شو بدك تعملتو برنيس لمويدات هي صقاتني قهوة وشاي طيب سوي لك زورات عندك زورات كتير منيحة للنفخة با ما بدي شي يعني مالك منفوخة يا أمو لا الحمد لله خليني عونيك شو بيعرفك انت بتركيب الزرار وقطب صحابات ايه الله يسارم هيك يا أمو انسيتي انه كل ما عطلنا من المدرسة بالصيفية أنا وصغير كنت اشتغل عن سامي الخيار كنت الفق اسطنبولية وكل اللفقات وكنت وسع وديق كمان طيب شربيني يا أمو دخلات وشو خليت لمرتك تشتغل بعديه ويني أختي طولت طم من بالك قالتلي ما بتتأخر وقبي كمان تأخر أبوك مو ألق وقته لسه بده ساعة لا يصل يا صلي من أول مسلسل ما شفته لا هو ولا أختي قلتك يا أمو لسه تبدي أخد دكان ولا بطل ما بعرف لشو بيحكي هلأ بس يجي يسأله أصلا انت ما بيخبي عنك شي لسه وقت وين بيروح إذا شاهدت على البيت هلأ كأني ما عملت شي ما في غير ضلت عشا هون بعدي هنا بروح يسلم لي مخك يا أمو عطيني شريب يو ترك من إيدك لأقل لك بدي أتصل بك لفوق مع مين تك تحكي يا أمو مع مرتك لا شو بدك فيها مو ألتليها مريضة آه هي صح أنا ألتلك مريضة أنت ألتلي أريضة وقتها أنا عملتها لي مو سمعان يا أمو بس كنت سمعانك يعني هي مريضة بس القصة مو مستهلة اتصال بس لازم أتصل فيها خليني يكون أعصن منها لا يا أمو ما في داعي ما في أشي بتكون نايمة هلأ ولو أنت قلتلي أنها مريضة فالواجب أني أتصل فيها لك يا أمو شو بدك فيها هلأ نزعجها ألتلك مو مستهلة الحالي شوية تقريب بتكون طابت هلأ أخدت ليمون لأنه الليمون بينفض نفض يا أمو جميل ليش ما عم بتخليني أتصل بمرتك آه قللي شو فيه لا يا أمو ما في شي ما في شي بدك تتصل فيها تفضلي تصل فيها بس الله يخليكي لا تقولي لأني أنا هون بعدي لا تقولي لأني قلتلك أنها هي مريضة يعني حاكيها عادية معادي اجل فرج هالاختي صحهار أهلين صحون يهل زميل أنت هون حبيبي تعالوا حبيبات يا أفو كل هون أهلين زميل مرحبا مرت عني ما بتقومي والله يلا بقصبت ويت واحد كيف لك مرت عمي إن شاء الله ما عمي جعك شي أنا لا الحمد الله شلونه عمي وصحار مش تاقلك اه مش تاقلون عافية يا رو أماني مرت عمي لا تزعلي مني لأنه ما قدرت إيجي سادك بالكبة كان عندي جولة سياحية بتدمر وأنا بشغلي ما بقدر أقول لا شغل شغل بسيطة شلونك هلا الحمد الله منيحة كنت هلا بدي أتصل فيك أتطمن عليك تتحسنتي؟ مرت عمي أنت بتتصلي بأي وقت بس حدا قالك أنه أنا مريضة؟ لا بس قلت طالما ما أجيتي مع جوزك معناها مريضة ولا ما بتحبي تيجي لبيت إحماكي؟ لا مرت عمي شو هل حكي؟ بالعكس تماما أنا كتير بحب إيجي لعنكون بس بتعرفي الوظيفة والأولاد أعطينك الوقت الله يعطيك العافية بعدين مرت عمي الحق مو عليّ الحق على جميل يعني هو لو كان آيلي أنه جاي لهون كنا جينا معه بالسيارة ما أخذنا تفسير ايوه التيلة جميل؟ يا جميل؟ أهر 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 طلع يا جميل عاوستك يلا تعال أهلا تلحقني تحكي معه حكي بالمطبخ وما بدأ يعني نسمعه يسكوت؟ ما دخلك؟ بعدين عيب الواحد يتسمع على حكي الكبار سمعان شي؟ لا ايه روح من وشي؟ شو القصة جميل؟ لا تكذب علي مرتك مثل الحصال ما فيها جيد لك يا مو شا ما تطيلي إدني شبك أنا مدير صررت لسه بتشديني من إدني قلتلك ما في شي شو بدي أكيدة لا أفي يا يامو صدقيني أنا لما تركتها كانت مريضة بس أكيد مش ما حكيتلك شرباني ليمون بغيابي مشان هيك نفضة نفض الليمون الليمون بينفض بعدين هي منفوضة مهيك تركت أنا لك قل لي مرتك مزاعلتك شي؟ محاكيتك شي كلمة دجلة حتى هربتك لعندي؟ ولا مقلحتك من البيت؟ لك يا يامو عم تحكيني شو عم تحكيني شو عم تحكيني؟ لك جميل لك يا مو شا ما تطيق تاني خلاص ما عملك أنا مدير اسماعيل قل لي خلينا نطلع محلوي هلا هنو بتفكي إنك عم تقويني عليها محلوي يا مو هنو محل قدني بقصي دي من هون اسا ما كان في شي أنا كان عندي موعد مشان هيك تشيكت ولبست وبخبخت بس بالصدفة الموعد تأجل لبكرة ولقيت حالي قدام بيت أهلي قلت بفوت بشق على أمي برافو عليك جميل أنا كتير مبسوطة لأنك رح تزرت أمك وأكيد كمان هي بتكون مبسوطة برافو عليك تعريف انت كل ما صدلك وقت لازم تروح تزوره يعني ما لك متدايقة؟ من شو؟ اني رح تزرت أمي من غير ما قليك؟ ليش بديت داية؟ شو أنا بديمناعك انك تزور أمك بس يعني قلت لحالي لو أخذتني معك توفرت إجرة التاكسي كنت انت وياولا برد جميل براحة تيل برد أخذ عليك ما في برد، الدنيا حبرائي أي جميل، إن شاء الله أعرف ما أبوك على شو؟ قال بدك تعين سكرتيرا جديدة وحلوة ومين قال لي؟ ما المهم مين قال لي؟ المهم إنك رديت على كلامي ورح تعين سكرتيرا جديدة وانتي فرحانة بهشي ما؟ طوام فرحانة لك رح تجننيني، ما بتخافي يصير شي بني وبين السكرتيرا أنا؟ حبيب قلبي، إذا عائدة الخجر تنفك على إيدها أنا ممنونة بدي نام أنا زميل ما قلت لك، أنا اليوم حكيت مع هيبة ووعدتني تحكي مع أبن خالطة مشان يرجع مرته ويرجع على بيته لا كارجع يقول لي لا تتصل فيه ولا يرجع على مرته لأنه مرة مثل هاي غير مبالية ما بتستاهل غير إنها تتطلق بدي نام نام جميل يشو صلا جميل؟ أنا نام جميل ما، مين جميل 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 مين تين 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 أنا، أنا، جميل، تين 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 شو عم تعملي هو؟ عمدوّد عمدوّر على جدوى الإضافي يا أستاذ ما بتعرفي أنه جدوى الإضافي أنا عطيتك ياهو على طاولتك يوكيه والله ذكرت أستاذ لا تواخذني سيت تفضلي لمكتبك ولم تأيدي هالحركات حاضر أستاذ يلا شو أنا بمديريّة ولا بأصفوريّة جنّنوني ولي عظى بعضي بتحلحنوا براغي رجليّة شو جابه هلّا؟ ما في بالعادي يجي بكير أنا الحق عليه أنا الحق عليه كان لازم يجي أبكر شوي شو عرفني أنه بدي يجي بكير بس لازم أعرف لازم أعرف شو كان عم يقرأ وليش عميدي الشمتة كمان؟ هاي ما مشي حاله هاي ما حركت ساكن هاي الخطة تي 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 متل ما رحتي متل ما أجيتي وهاي سمعان مهم هاي نهائيّة ومع منا شي نجرب هاي مين؟ مين أنت؟ مين أنت؟ مستيد آآ أنت أمل عرفتك شو بدك؟ استاذ استيت المنطارات جوا خلص بعدين بتاخديهم حاضر استاذ معناته ما في أمل خير هي أمل؟ نعم نعم خلص تلك، بعدين بتاخديهم يعني بعدين بتاخديهم ايه شو وين كنتي عم جيب صفرت الحلو لسلو ومنات حلوان تعينيك سكرتيرا المدير أكيد هلا لما رح يصبحوا الخبر رح يتقوم بالحسد رح ياته الحلو هن العمير له غلي لا تفلح كتير السيد المديرة اوزك ايجا نعم ايجا وشافك شافني ايه وعملتي مثل ما قلت لك عملت شو عملتي ايه حكيني حكيني فرحيني يا قلبي شو قال لك اه روح يبعديني لامتي ايه وشو بده مني ما بعرف اكيد اكيد بده يتشكري على هايك سكرتيرا حلوة ونشيطة دعي معي اللي عنده ولك تقبر امي شو عم تعملي هون شو عم بعمل يعني قاعدة بمكتبي شو رصة ما بعرف ايه المدير طالبني بدي فوت قابله ايفوتي تفضلي مين انا سوسان ومعي امي ايه تفضلوا شو هذا اللي عملتي يا ست سامية خير استاذ شوفي كين بتجيبي بنتك على المديرية وبتحطيها على مكتب السكرتيرا امتى قلتلي انا امتى مبارح استاذ قلتلي تعو بكرة واليوم صار بكرة وإذا بدك منروح بنرجع بكرة ايه بنرجع بكرة لا بكرة ولا بعد بكرة انا مالي بحاجة الموظفات بعدين السكرتيرا اللي عندي كتير مريحتني بس يا استاذ لا بس ولا خس اذا سمحت يخذي بنتك ويلا يلا مشي ماما مشي مشي ماما مشي بس قلي روزي ها اتراخلت بتاعي بعيدا ما بدك تستلني مكتب السكرتيرا طعت لك حما شو حلوة الحمد لللي خلصنا منه لقد تصلت مدام هنقوب الشراء عيا توت 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 يعني مش غمول tune hadبيتو chance شو هاد حلو ما جايبو هاي أكيد سلوة صالحت مع جوزة وجايبت لنا حلوان الصلحة صباح الخير مانولة؟ أهلي رزلنا كيفك حبيبي؟ أكيد تصالحتي مع جوزة مظبوط شو عرفة؟ بفض الحلوة اللي عطاولة؟ أنا صفتي بإيدي هذا ما أنا جبته تمي جابو؟ ما بعري؟ يلا زيادة الخير خير فرجينا شو جايبة معنا لا استني بالأول اللي حتى تجي زعم يا ما حلوان لك هلا بتعيي على الطريق ما شايف المديرية عم تهز ها إجت سامية ومعها سوسن كمان ما قلت لك المديرية عم تهزر؟ شو سامية أكيد قفت هالحلو حلوان وظيف هالسوسن مو هاي؟ هاي هاي ألف 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 مبروط ما بتتصوري قديش هنبسططلك؟ من صمصوم قلب نبسططلك باركيلا اللي سلوة صالحت مع جوزة مبروط الله يبارك فيكي شو سامية شرفتك ملك فرحاني خير في شي؟ ألف أعطيني خط بدي أحكي مع محازن مرحبا ألبين أهلين نعم الله ينعم عليك رد السلام بالأول بعدين اسأل شو بديك؟ شو بديك؟ مصر ما ترده للسلام المهم جاي أخذ الصحن يلي حطيت الله فيك وسامحشي أنا مو هون طول بالك طول بالك ليش عبتسكر قوام للباب؟ يا لطيف شوشك حامي للضيف؟ قلتلك أنا مو هون بعدين أنا ما بعرف وين الصحن محتوط بس تجي هنا تعيخدي أنا بعرف وين بلاقي تعيخدي لوين فيتين؟ لجوة لجوة لك إيه لجوة؟ لك هلا برا؟ لجعل مساء خدي الصحن خلصا لجعل مساء شو القصة جارنا؟ أنا قصة أول شي طولت لفتحته للباب وهلأ ما بدا كان يفوت مين في عندك؟ شو قصديك؟ مفهومة جارنا الولد الصغير بفهمها عيب عليك لسه مرتك ما لحقت تطلع من البيت قوام لحقت أنت شو عم تخرفي؟ أنا مستحيل ساوي هيك قصة خليني فوت وشوف بعيني شرفي شرفي لا جارنا عم فمزع معك شوفا إذا رجال البناية كله والصايح كله عملها أنت ما بتعملها وشو عرفين؟ أنا حكت لي عنك كتير شو بتحبي هلا تفضلي؟ افتح لك قوط النوم قوطة الولاد المطبخ شرفي دولي؟ لا ما في داعي ما في داعي أنا قلت هيك حجة مشان تفوتني آخده الصحن بس أنت خزيت العين حولك وحوليك آدمي كتير ومع بين خاف منك حتى باب الشقة ما سكرته علي وعليك رقابية مش عالي الخلوة شلوم بدي شك فيك؟ شلوم؟ بيها؟ منيح اللي سكرته للباب؟ أحسن ما تفت له شيء قطة وتل حسنة على رايش يشغليه أنا فعي تأخده للصحن تفضلي البيت بيتك لك يسلم البيت وصحابه نحا شو الحصاد؟ حتى أم محمود مع متشك فيه يا ترى هنا قوين بتحطون للصحون؟ ثاني ها، ليتم؟ العمى مو منجوب؟ يا حبيبي، ثم نكونوا لولاد كاثرينه نمججي بطحن تاني أم تحسين ما لقيته أنا الصحن مو على أساس بتعرفي وين تلاقيه أبو طارق أبو طارق الله يرضى عليك أم شف لي هذا الصحن خلاص المسر بتجي هنا وتعطيك يا رجعي المسر لا ما رح أرجع المسر بدي رجعه لأم تحسين يالله بدور عليه مرة تانية شب تساوي بس طمني قبل الملاد كسروا شي صحن اليوم لا طمني الله يطمنا طارق فليم ومتى تكون حاطته؟ معقول هيكون بالبرة معقولة كل شي جايز بجوز مستعملته وحاطته في شي هذا هو مو آكلينو شكرا لك أم مم 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 رسل مم مم ما يجي حدا لقيته لقيته شو جارنا؟ ليش ما أكلت الكوسة المحشي؟ بطلت حب الكوسة وخاصة المحشي لكن رح أخذه أنا الله معيك نحلي ما أكلوا موت أنا بتعشاهو ليش لا حتى تتقل بالعشان؟ بخليون غدا لبكرة بعدين ببقى بودي الصحن لهم بتحسين وليش لا خلي عندي لبكرة؟ هلا بفضيون بصحن من عندي وبغسل لصحنها وبدي لها يا نكتوب ريني ما بنناكل شي بتضلوا بالغدا؟ بنطلع نتغدى برا برا؟ بتعمل زينة العقل ليش الطبخ والنفخ والتعب ووجع القلب الغدا برق أريح وأطيب وأشرح بعدين أنا صلي زمان ما أكلت بالمطاعم أكتر من سنتين لا يا شو سنتين؟ والثلاثة والأربعة والخمسة لا لا ستة وينك؟ رح حط البرغلات عندي أنا بالبيت وغير تيابي وأجي ما بطوي اي؟ الله معيك بلي قادل إيمي بالمطعم برا صحي رحلنا على المطعم اليوم؟ ليش لا؟ منتغدى برا؟ خطة جديدة بجوز تنجاح أكيد بتنجاح يلا بابا فوتوا البسوا وبس تجي الماما من روح سوا يلا خيروني ابن الغام خيروني ابن الغام خيروني ابن الغام قلت لي أم يام هاني هاني براسي موا نحلة تعرف ليش البابا بده ياخدنا يغدينا بالمطعم؟ ليش يا عبقر زمانك؟ مشان الدفتر يلي فوق اللي مسجلي وشو علاقة دفترك من المطعم؟ أكيد فيه علاقة وشو يلي مخليك متأكد من هالعلاقة؟ ما فكرت ليش وصلنا اليوم الصبح بسيارته على المدرسة؟ وما قلت لحالك ليش عطلك الواحد عشرة بدل الخمسة؟ صحيح ليش؟ انت بتعرف؟ يعني مص على نص؟ ليش يعني نص على نص؟ ليش مو كل على كل؟ ألبي سيبسوا وحايدك فصحان وينو البوط؟ وينو؟ ليش ناكم حانا بيبس البوط قبل البنطلون؟ وخياروني ابنة لهم؟ الله يطعمكم متل ما طعمني رايح عالمطعم أنا أالبي عليها الإخزاني ايه ها ارنني قد ما بدك ارنني! لعن رايحبتها ارنني! معقول يكونوا سبقوني شلون بيسبقوني انا شو بيعرفني على انا مطعم بدي يلاقي يون انا الحق علي ضروري يلبس واتغندر لحتى تأخرت بعدين حتى لو تأخرت المفروض ينتظرني ولا شاطر يعزمه بس يلي بدي يبزو ما بدي يلعز بسيطة يا أبو طارق ما بتيجي مرتك من السفارة انا بدبرك هدا حبيبتي ارجيتي بوقتك خير شارك تفيشي اول باشتان الحمدلله على سلامتك تاني باشتان ان شاء الله ما تقولي تحتي منها السفرة سفرتي يوش انا وين كنتم سافرة ع الصنومين لا انا ما كنتم سافرة بمحل يعني ما طلقت الجو لبراك البلان لا انا جاوبتي كانت جو البلان بعدين مين لك لو انا كنتم سافرة جوزيك امتا هلا من شوي وين شفتي جوه عندكم بالشقة وين شميل اجا من الشغل اجا كان هو والولاد جوه بعدين شوها تجارتنا شايفتك لابس ومتلابسي لوين رايحة رايحة اتغدى بالمطعم ايه بيطلع لك تبا تذكرينا هنه 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 هاد دقيلة الباب جوزيك مومو هلا ابني شوي يأتي لي هو والولاد جوه كان وراح وين راح راح على المطعم اخد لولادي غديهم على المطعم متأكدة طبعا متأكدة هو هي اللي قلي ايه بجوز حاكم جميل هاليومين متغيرك كل طبعهم ما زال اخد الولاد على المطعم وانتي حابة تروحي على المطعم ليش ما رحتي معهم هلا على الطريق بحكي ليك انا طريق ليش ما بدك تلحق اليوم اكيد بتعرفي جوزك بانو مطعم بحبي يتغدى طيب خليني فوت غير تيابي بالاول بعدين من روح تظري هون تحركي 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 هل بدك إلينا نتغدى برّا؟ هي اقترحت عليّ اقترحوا عليّ إنّ الواحد ضروري يغيّر جوه بين الفترة والثانية مع عقلته هيّ تلمتما اللي اقترحت عليّك قبضي اللي اقترحوا عليّك ايها من زمان اتغيّر يا رجال طول عملي بلا قليلا نتغدى برّا؟ بتلي ما حبقتل المطاعم محنوني خمس دقايب اللي ولا تجهسوا؟ قودوا طول عم يلمسوا وأنا لابسة وجاهزة ابن عمي أبو طارق ما بدك تفتح لي ما؟ الله بعث لي مين يفتح لي شو بتحبوا تاكلوه؟ أنا مفارقة معي، المهم ما أطبخ، اسألوا لاد شو تاكلوا بابا؟ طبخ ولا لحمة؟ إذا خلقنا من الطبخ أبو طارق بعدين الطبخ أمتى ما كان منقدرنا عملوه؟ وبيطلع أطيب بالبيت أما الشقاف والكباب والمسبحة والحمص والفرريش قدمعتينينا فيهم، ما بيطلعوا أطيب من المطاعم انتي ما حدث إليك ايه بابا، شو بتاكلوا؟ أنا بدي طبخ وانتي بابا؟ حيا الله بابا، يلي بتطلبه أنا بأكله جنيه، خليوني يجيبونا صح نفريكي وصح المشاوي مشكله كل واحد بيأكل على زوءه لك يسلمتهم، أنا كنت هيك بدي أقول بس استحيك حيا الأملي برأس الأقراع شو بتضعك اللي بده يزيد يزيد هل يجب لنا نحمي؟ لا تخاف جارنا، ما بيزيد شي إذا جارت شي، بأخذوا معي على البيت بأصد من اخذوا معنا على البيت أقبر بني محمود، لا بيقول بيخور فتاة تيك أويل، درجني بيقشق شوفي حطاف لك بأخذ اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة رئيسة قسم عندي بالمديرية رئيسة قسم عندي؟ ايه شبك بتستغربي انا كن رؤساء الاقسام اللي عندي معينه النسوان والحلوين كمان اي مو هذا قصدي ما كان شو قصدي؟ وهي كنو يلوح فكريك لبعيد وتفكري اني بعرفها او متعرف عليها بشي محل تاني ها تعرفيني انا ما بالحق هيك شغلات ايه حبيبي انا بعرفكم الطم منطلة بس ما حل هو رئيسة قسم خليها تمشي شو قصديت؟ لان مفروض عزمها بتاولي معنا محل بحق… اه اكي ما حصل بالله؟ ما حصل باللحمة؟ ايه إه ستاس لايم انا رح ادخل بالموضوع مش تكون القعدة حلوة ورايئة أساسا هي القعدة حلوة بوجودكن ما اخي جميل كله قعد معنا اه شايا بصراحة انا حكتلي مهة انه في خلاف بينك وبانك وانا وجميل جايين لنفط هذا الخلاف وناكن الحلوان الصنحة فشو رأيانك؟ يب تامري امر انتي تامري امر أخي جميل بفصل وأنا بلبس ولي بشوره أنا أبلان فيه تسلام الله يقدرنا على فضه للخلاف على رأسي اسماء أخي جميل نعم نحن من يومين إجت زارتنا بنت خالفة لمها من بنياس الزيارة يومين زمان في شيء هالحاكي نعم طبعا أنت بتعرف أنه إكرام الضيف واجد مصبوط مصبوط والمثل بيقول لا إلي ولا أبطع مني صح صح أكيد أكيد وأساسا أنت ما عندك غير الكلمة الحلوة تقول أبوش ضيفك هل تأكد على كلامي؟ أكيد على كلامك تفضل كلمة نعم أسمعك يا أبو الصباح أول ما إجت بنت خالفة أنا استقبلتها بوش حلو وليس فقط حلية لساني مشانا بجوز أنا كون زدت على لساني قطعة سكرة بس هذا الشي غصب عني يا جماعة لأن وشة حلو كثير كلها حلوة كثير موصف لكم قدم جسم مثل الخيزاران ممشو بتحطي الخاتم من فوق يا مدام بينزلة تحت ما في شي بيوقف بطريقه لا من قدام ولا من ورق رقبة كريستال بلور بتشوفي المي وهي نازلة فيها عيون سود هالأدأدن مثل كحل الليل كبار وحلوين أحلى من عيون المهة ولا حواجب أمضى من حد السيف بيجرح وجرح أخي جميل بيجرح وجرح ولا أم صغير هالأدأدن وكبير هالأدأدن مثل البيت إنجانة بتحتار بتحتار من نين بتاخد النفس هالمخلوقة ولا تم 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 يا لابصدي هالأدأدن صغير مثل الفستة مثل الفستة بس عاشوري مالحلة بتقول معجون عجن بالسيليكون بقى كيف منتك تشوف هالمنظر وتظل لك ساكت خرسان كيف انت بتقدر تسكوت شي؟ أنا لا ربنا سبحانه وتعالى جميل ويحب الجمال ها ها يرحم جبتك يرحم أبوك إلا هالحكي إلا هالحكي لمرتي إلا مع حق تزعل مني شي؟ شوف من جهة مع حق تزعر مع حق ولازم تزعر هلا أنت معي ولا معه؟ ده أنا مع الحق أنا مع الحق أخي معي ها أنا بيرأيي أنه الستة لازم تغار على زوجها ما هي؟ لأنه الغيرة على الزوج هي دليل المحبة إذا بتحبه وبتغار عليه إذا ما بتحبه ما بتغار عليه بعدين أنت المفروض تكون سعيد جداً بها الغيرة لأنه هي دليل محبة مو تكون سعيدة مو هيك إنه اللي عم بيض أنا انت بتعرف رأيي جميل؟ بمعناته عم بيض بس أنا بيسعدني جداً اسمع رأيك مدام أنا بيرأيي أن المجاملات شغلة كثير زريفة بس إذا زاتت عن حدها ممكن تسبب الزعاجات ونحنا بيغنى عنا عظيم معنا تصمام الأمان عن مرتي يمكن أصل لحد أقدير فجره فجره؟ ليش لفجره؟ أساساً أنا ما زودتك كثير؟ أستاذ نعيم يلي صار صار نحنا هلأ داخلين بصلحة وبيدي منك وعد صغير أنك توعد لماها الداري شعروا وانت عم تجامل قرأي بنا وهي بتقبل بهالوعد ويا داروا دخلك شر أنا بأمر عيونيك وانتي مها قبلاني؟ ليشو؟ بالليلتو إذا بيعتذر قدامكم بيوعدني وعد شرف أنه ما يعيدها بسامحوا وعادة يا أستاذ نعيم خلاص قلتلك بأمر عيونك اعتبريني وعدتك إلى أباين أمي مها جيبي لطحول ومشان ناكل حلوانا صلحين لأمي أمي أستاذ نعيم بنت خالتها لأمها اللي بهالجمال الساحية طبع اللي من غارة مو بيت الجاني وتمها في السدق عاشوري ورقبتها كريستال بتبين المي هاي وين بلاقيها؟ خدني لعندها بيع العيني بس هي مو هون وينها لكان؟ وينها ما بعرف راحي بعد ما راح صوتها بدك تسأل مها أنا بعرف وينها هلا بسنا كليكنا فننزل كلها تعلقتين متعرف عليها وعلى جمال الخارق ومنخلي الجاملين هي مع الكلمتين حلوين ونرجع لهم جمال الخارق حالك وينها احاول احاول خادم راح يحاول احاول حالك احاول ونرجع لهم عم و Run احاول نرجع لهم احاول احاول صليم ومتعوي محاول أنا عين بيوصفه لبنت خالتها لمها كتير حلوة يخذ العين العوانتجي أرقيلي متعشي بغيابنا تقلالنا إنو بس معيك ها قديش شفت بنات حلوة هنا قديش عندي بالمديرية من وصفات حلوين أحلى من البنت ما شابت عيني فعلا حلوة جميل شفت ما أحلى هاي بعثت الحمش وحلوة شفتها حمّة واحدة ميت حمّة إن شاء الله معلوم حلوة لك هيك القرايبين مو متل بنت خالتك هاي لك أنا بدي أفهم خالتك على شو متوحمي أي شو الشغلة بإيدايك الله خلقه حرام عم تحط كل معاشة على الكريمات والمكياجة وبدو مفايدة مثل ذكرتتك أملتول إخوان ما قلتلك أرقيلي متعشي ليكو طريق قلي بالجبنة هنا طالما تعرفنا عليها وتعرفت علينا وحبتنا وحبيناها مو لازم نعزمها على شي غدا أو عشا بنعزمها بس بشرط وشو هالشرط؟ إنك تسايرة ما تعمل متل ما عملت بالقوتيل خجل ليش شو عملت بالقوتيل؟ ما عملت شي بس تلبكت ومعرفت تحكيها ولا كلمة ماشي بس ما تعملي متل رفيتك مها وتزعلي ومن شو بدي إزعال؟ ما نحكي معا لا حبيبي عميلي بدك يا على قلبي أحفظ لك أنا اللي راح انفجر قبل ما ينفجر الصمام ايه أنا صمام حبيبي؟ شيت قلبيك؟ قولي عم تفاول علي لو ما بعرفك إنك مو صاحب مش عاكد كانت قلت إنه بدك يعني موتي مش هنقطع لك الزر يا عزيزي يا عزيزي تفضلي 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 يا أحلى وسهلة ها 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 نور البنت شرفي ساحي شرفي زهرة أنا كثير آسف إني زعشتك ودايقتك بسيطة بس صدقيني كل شي حكيته كان منية طيبة وبيضة وصافية بحسر خير زهرة أنت ما كان لازم تتدايئي مني بصراحة يعني كان لازم لحقيقة تقدري موقفي أنا مثلي مثل كل رجال ما بيقدروا يشوفوا وحلي حلوة ورقيقة وساحرة ونعومة ورائعة وما يعبروا عن حقيقة مشاعره نعي؟ خلصنا بقى ما صدقنا راضيناها للبنت ورجعناها بدك ياها ترجع على القتل؟ لا 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 أبدا إذا كان كلامي بده يحرمنا من هالطل الحلوة والنعومة والظريفة أنا ما عاد بحكي بالمرة بسكوت على طول قومي زهرة زهرتي يا زهرتي ترر أنت نجوى المهجة ترر هات عدّر شوف مين بابا عدّر جميل مين ماما؟ جارتنا محمولة مرحبا هنا أهليا محمولة كيفك استعجمي؟ أهليا فضلي لا فضلي لجنبي لهون لجنبي لهون فضلي كيفك ابن عمي؟ بقصد أبو طارق شلونة؟ أهلا وسهلا كليلك لقمة فواكي فضلي مالي حسنانة أكل فواكي من كتر برادي مومتروس فواكي مالقلبي من الفواكي وأريضة فواكي إن شاء الله كرمالي كرمالك ترحقاكو مشان أفتح نفسك للاكل كرمالي مظهوط شوفتك لأنه تفتح النفس برس تغرب تغرب أنت مثل ابني التي كانت في خلفك إن أبرني ابني محمودиков ابني رواوية يا الله يدي من محبة أم المحمود أتغذيت تغذيت أليم عرفك؟ لم أردت لي أن أردوا الأكلات التي كانت في المطعم شكرا باقي سليم بالنعكس حكياتو كتير الزراف ما بينسى شيء ابنك شو المخليه لك سليه راح اجب لك سحنو نضيف مشان تقشري فيه ابن حمود تفضل تقبرني ابن عمي ابو طارق تفضل حبيبي يسلمو يا اهلين يا ابن حمود يا اهلين تفضلي هاتي عميك هاتي انا بلقمك اهلا وسهلا ابن حمود اهلا وسهلا يا نوزك تفضلي بقى هيك انتو عم تغصبوني راح تجننوني لا تغصبه بعدين بتراجي يا انتي تقاية انت تزكوت سكتنا اه تذكرت ماما مو قلت لي اذا بتاخد عشرة بالاملاء بجيب لك شغلة طيبة واخدت عشرة ورجيكي الدفتار لا حبيبي مصدقتك بكرا لما ارجع من الشغلة بجيب لك شغلة طيبة معي بدي هلا وهلا شبتي جيب لك حمليني يا عوامي عوامي ومين لك لو انا باعرف عمل عوامي انا باعرف ساوي عوامي ولا يهمك حبيبي السليم انا بساوي لك احسن عوامي وعلى قولة اخواننا المصريين لقمة القاضي وبالحمصة الفواشات ليه جيبتي طحين عن دمك ملاقي طحين لا اجارتنا لا تعز بي حالك بكرا وانا شاي بجيب لهم معي عوامي نحنا ليش لحتى نستنى لبكرا اليوم ابنت جاي على بالو ياكلة للعوامي اليوم نطعمي حوامي رح اعمل لك جاف هالئذ الدوم لا اجارتنا ليش تعز بي حالك تفضلي عذيب لك بابي عذاب ولا شي انا بحب تتسلب هيك اكلات تعي معي عالمطبخ تعالي معي الشارتة انت اسبعين بابي انا بحق ماشي واتحدي 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 وين اطف طحين يلا شاي 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 ضطي شو هالك عم دور عطحين ما عملاي وين حاطوا الطي اك انت لي لي ماكتي فتحتي كلها الخزن لي علينا ما بيدي عزبك وحيد عالجوزك وولادك خليك زوف وين الطحين شو في جهر بي لقلك شارنين هذا ابنو انا بعرفوه لا تردي علي ضغير شو ما رد علي طفل واشتهل عوامي ما بيصير واخد عشرة بالاملاة بدي اقضيله شاو بتعوه انا بكرة بقضيله يا علاك حتي في حالك ما في حزاب وينه الطحين يلا هاجب لك يا هاتي يلا وهيد الرابي السخن هاتي طنجرة اي لحظة وهيد طنجرة شارتنا هاتي روح ريضي عن جوزك وولادك يلا انا بغفاء للعجينة لحالي يعني ما بديك معاونة؟ لك ما بدي معاونة؟ بشتغل لوحدي لبلد روحي يلتي لعني روحي روحي لا تلبكيني رايحا رايحا روحي روحي شو شو محب nailedه روحي راين وقت روحي شو شبد إي شكراً بح velden هــــــــــري إن شاء الله خف الوجع عم محمود إيه خف الحمد لله عنا شو هالدواء سحرين تقولي بس يضربوا متقرينه دإناء والأخر Young تكرم عينك هلا أنزلي قوام عصيدة لي قبل ما يسكر وخدي مرهم تاني ع حسابنا لا أم حمود بس هيك كتير أنتو شو نزم بكل حتى تدفعوا لي حق الدوان صحيح هوي أنا انحرقت ببيتكم وبطنجرتكم يعني إصابة عمل بس الحق عليها أنا ها كان لازم انتبه وأنا عم ما أحملها للطنجرة اشتلق إنه هي صخنة بسيطة أم حمود ما مشكلة أنت روحي عصيدة لي قبل ما تسكر قوام بك اتسكر شو المشكلة هلا دهنت أنا إيدي ومش يلحى بكرة بس أنا ونازلي اشتري الخبزات بمرلة عنده وعلى راحتك أما هنا شو كانت عزيمة اليوم الله يعطينا العافية أنا وإياكي الأكل كان طيب والضيوف أكلوه مبسطو بس الأكل كلتر باعو ضل متل ما هوي أنا كترته أصدا مشان حطه بالفريزر وبتعرفي محمود أنا موظفي مو دايما بقدر أخد إجازة مشان أطبوغ عملت زينت العقل الأكل لأنه يلي حطيتي بالفريزر بكفينا جمعة تعرفي أنا كتير بحبة لهالطريقة الواحدة يقيم تمان زنقين بتطالع بقى من هالفريزر وبتبشي الحال ما قلتي لي بكرة شو بتكون تتغدوا وبقصد يعني أنا وأكلة بديك تطالعيها من الفريزر ما بعرف لبكرة فرشوا رحمة تعرفي لك هنا أنا عم فكر أنه نتغدى بكرة اليبرقات ما بيصير لأنه يضلوا بالفريزر كتير ما بيلقوا منكسب مرقتهم نعم إلي كان إذا بدك أنت تحطي اليبرقات بالفريزر والطولة منهم بدك تنس كميل المرقة لأنه المرقة ما بتنحط بالفريزر وحرام تنكب كل الدسم فيها بكرة منتغدىهم وبعد بكرة منفكة يامنا كل الكبايات يا عشل بالبول نتغدىهم وبننفكة عندك رأي تاني إذا عندك قولي آي عندي نحنا ما رح نتغدى بكرة بنوم جميل عازمنا على الغداء برا إذا ما صر على العزيمة ما معلاشي بيتحملوا المرأة لبعد بكرة ولا رح نتغدى برا لك نرفيتك اللي رايح صوتها مدري لوين هي بدا تردنا العزيمة اللي نحنا عملنا لياليو لا هاي ولا هاي لا جميل عازمنا ولا رفيتي دا تبدلنا العزيمة لكوامنا نتغدى ولعب محل شلون نحنا بدنا نصوم بكرة بس رمضان مطول ندر أم محمود علينا ندر وبتنا نوفي من ننصوم من الفجر للمغرب يعني طول اليوم ما رح لأكون اللاقية ونشرب بس أنا محروقة ما بقدي رسوم مشان الحبة تيتي هاي هنام 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 هههههههههه موسيقى موسيقى ناعدك فلا تنظر اتصوم أتباح خارف بدي رفرق مصارى بدي أعمل مولة بس تصوم أنت شو عم تحكي ؟ طيّم بك جيت معك ندرتي تصوم ماش إلحاء و بديك تصوّم معك مرطحك هي ببلعة كمان بس شو زنبهم فالصغار تصوّم معك بتنشفك اللويهم بعدين حسبي الله و نعم الوكيل أنت أكيد حرقة إيدك مأسرع لنا محمود؟ نعم روحي راح يتمك إذا سمحتي ولكن بشك على شقتك ماذا حدث؟ ماذا تتجننى؟ لا، ما راح تجننى؟ أنا بدي يجننى أنا بدي أجننى؟ ما أنا راح؟ ليه مجننى؟ ليش لحتى ما أجنن؟ هنا؟ 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 هنا هنا؟ هنا؟ ماذا يبقى؟ هل ستألونك؟ لا، أنت إن شاء الله هديك؟ أنا هديك، لكنني عصابي تعبانين هاليومين هيك شوي تعبانين عصابي، مو بيديك إذا تعبان بتصلك بالدكتور زياد بيجي بداويك وبيعطيك شي بيهدي ما بدي الدكتور بطيخ أنا ها جواسين فتحي له وخلي فوتل عندي على الغرفة إيه في حدا بيجي بي هالوقت؟ هلا خلاص اخصميه وفهميه وشاوي اللي اعمل لك عليه فتحي له وخلي فوتل عندي على الغرفة إيه أنا تعبان أنا خلاص جيمين أنا بفتح له بس ما رح فوتله هون انت تعبان ولازم اتنام وسفعد وزيبنا هون ما رح يخليك تنام أنا بمبحتها على دان أنا بمبحتها خلاص خلاص تحفوته صارت تخاف من بحدي كل ما دا يا إذني ببحث أهلين يا استاذ وصي متفضل شكرا في موعد بيليوين جميل هلا بعرف بس هو هلا تعمان معنا تعظل بس أنا ما تأخرت عليه حق عليه كان لازم إيش من أول معه الله يصلحيك يا مدام الشغلي بده تروي كلش يبين الحل بالتروي وهلق وينه وبنه بس الشفاء بغرفة النوم بغرفة النوم ايه أنا رح دخلك هلا لعنده بس ياريت بعد إذنك طبعا أنك ما تطوي لأنه أعصاب والتعبان متماقلتلك حاضر حاضر ما تطوي آخ يا راسي سلامتك يا جميل سلامتك راسي شو راسها؟ بشو ضربتك؟ أكيد بالكندرا أرجيني لأشوف ما في شي راسها؟ ما في ولا جرح أنا روح يساوي ناوي حاضر ريح ريح لك رح يصير معي جلطة من أفكارك الخنفشانية ايه خوفتني شو صار معاك؟ أكيد الإخناقها كانت قوي ايه ايه صرحة ضروري طن لك خمس مرات وما ترد عليها يا أخي من أول طن تاني طن رد عالطن التالت رد عالطن التالت؟ إن شاء الله يطن راسك وما يلاقولك دوا أنت بتعلم بالأول شو صار؟ شو صار؟ عود لأحكي لك هذا مقترح تعليه نقرس حالي الله لا يوفق مين هاي اللي ممكن تضربه بالكندرة؟ ليش هيك واسيم عم يحكي؟ عالين شو هالموهدي اللي بي هالوقت؟ يا أم ما كان يعزموا عالغدا يتغدى معنا يا أم ما يأجل الموعد لبعد ما يناموا يفي أنا لا أستنت في هالموعد أبدا يلا أنا شو دخلني؟ هو ورفيق عم يتواعدوا لا شو لحتى أنحشر بيناتهم؟ أكيد بدون يعملوا شيء وزا كان هالشي بيخصني أكيد لحالهم يقولولي تحاك لألك تحاك لأنه فعلا شي بيضحيك هلأ بدي آيك إيش أنا عب بالالتهاد؟ عجباك وأنا طول الوقت مفكر أنه بدي آياني لأنه عم تتجسس عليه بدي تعرف وين أنا؟ وين راحاك؟ لك يا جميل لك ميالك؟ لك أنت عايش بهناء ألف رجال بيتمنوا يكون عندهم مرمت المرتك واحدة بتخاف عليك ومؤمنتك لك مضبوط بس كل شيء زاد عن حده بيمقله بيمضده هاي الحق معاق فيها وهلا قشلوناك لساعة أعصابك تعباني لك أنا أعصاب ريح شباك ريح أنا أعصاب ليش بيه في عندي أعصاب قلت لك ريح هدا انتي أهلين بتحسين كيفك ام محمود؟ أهلين ام تحسين أهلين بالحامل والمحمود اشتعت لك ليش ما عم شوفك تعيقوتي طوبتشين مالك من قلت لسا تركينا من مبارح نحن أولاد اليوم والله والله وقيد بكسر لها وعقد اليمين تذكري يا ام تحسين إنه أم محمود فيزاليكا اليوم قالت لي هزا الكلام ام تحسين يوم اللي ما بشوفك فيها بحسش ناص هلا قليلي تغديتي ولا لسا؟ لسا حدا بيتغدى بهالوقت بكير كتير امي هاي صاح نرزب بزاليا حطتلك فيه نص كيلو لحم غنم مش هالك ليش بعز بحالك ام تحسيني ليكي البراد عندي ملان ام تلطل صدورة صدورة فوتي ام تحسيني إذا بدك تشوفي شوفي ها ارتاحي ام تحسيني اهني عادي هون هون ام تحسيني صدورة للبدورة عبيبتي انتي أنا بعرف يا ام محمود إنه الأكل عندك كتير سلامة خيرك بس هالصحة اشتهيتلك يا حاكم هذيك المرة ما ديك تدوق صنية الكواج ولا أنا ستة الجايات اكتر من الرايحة بكفي انك عما تتذكريني ام محمود إلك ولا لديب خير ما في إلا الخير بتعرفي أخوكي ابو تحسين قاعد بلا شغل وما عم يلاقي شغل وبتعرفي انه جاي على باله يفتح دكانت اسماني عم يدور على حدا يديننا ما عم يلاقي وأنا هيك صفناني وعم فكر مين ممكن يديننا ما لقيت غير اختي وحبيبتي وجارتي ام محمود انا من اللي لأ ما منك ام محمود من ابنك هاللي بخور فكان الله يخليلك يا يا رب يعني اكيد محووش رشي قرشين قولي لأ ام محمود برك ليبعت لنا فروب محل وبس يشي منرجع ليه هندين شو قلتي ايه لا لا تحسين عاوزتك انا شوي حبيبتي خذي صحنك انا تغديت الله معك مع السلامة امي امي شبكي امجدوا اغياد ناموا قبل ما يتغدوا يبعتلك حمة انت التانية انت التانية يعني انا الاولى ايه بحفة عمضار بيشد ما يريد ايه واه تشارغى وتصاصل انت هذا اللي جاطر فيه انا بينحم بدني وانت شش 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 هدين باري عادي عنك لاحظة اللي جبلك حبة اللي تيهاب قبل القهوة بعدي عني لو امدي بعدا ما بدي يشربها ما بيصير حبيبي مشا رأبتك الطيب قوام هي ارصى لا تفكر شي تانية ايه لا لا بعرف انه ارصى بس يا ترى ارصى الدبور ولا نحلة من هاللي بالي يا ريتا ارصى تحناش كنت ارتحت انا شبنا ابو طارق شبنا يا أهلا يلا جميل خاطر الحبة مش الانتشرب القهوة معرفيك تفدل ما بدي تشربها لا بدك تشربها هتي ها بدك تشربها لا ما بدي تشربها لا بدك تشربها هي اشربوا انتو إذا حياتي بنتي على حد ما تجتيها بما راح تشربها لا بقيت تشربها وبتيشتري لحظرف تاني كمانا لا بقيت تشربها لا بقيت تشربها تقولوا بعض المالرات خنة والدامي خلاص معها مالي فاضل لأنه عند موعد معكم في راس يا أهلا وسهلا يا أهلا بتعطي بالك ها؟ هي قرصة النحلة ما بطيب قوام خاصة إذا من هذا النحلة اللي بربري يا أهلا جميل لا تزعل هلا ببعت لك تاري بيجي بلك ذرف تاني يا تاري إذا مشوف حد ما تلتهاب بالبيت بنحر حالي من الوريد لعلق اللبنة لا حبيبي تقبر قلبي لا تنحر هلقات هي تسألك لمين هاي؟ هاي إليك من البارفان اللي بتحبيه هي تقبر قلبي أصلا البارفان القديم رح يخلصي سلموا إيديك جميل؟ نعم أنت ما تلاحظ أنه صدفة كتير تكررت؟ أنا صدف؟ يعني المرة الماضية لما أرزك دبور جبت لي خاتن ذهب واليوم لما طول النهار ما رجعت على المكتب جبت لي بارفان المعنى؟ بيقولوا أنه الصدفة إذا تكررت ثلاث مرات بتصير معصودة لكن المعنى كملي شو كملي؟ يعني إذا الصدفة تكررت المرة التالتة بشوز شك جميلها؟ شكي بشو كملي؟ شك أنه أنت عم تجيب لي هالهدايا مش هنستر على شغلات تانية الله أكبر! الله أكبر! خير ماما شوفي حررنا في فلسطين؟ الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! شوفي ماما شو صار؟ الله أكبر! الله أكبر! شكو شكو! شكو شكو! شكو شكو! الله أكبر! الله أكبر! ما بقي غير يا عائل الله أكبر دوني.. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ماشي، الله أكبر عليه وتشكّوا شكّوا الله أكبر هل أسه origins سميّ Union أبو محمود أبو محمود ليش مرعوب إنتي ليش مرعوب ولي شلي ساير مانا غير ولي من ضرب بي من ضرب بي ولي هاي اللي صوات جاي من بيت أبو طارق شلي سايرة عن بيت أبو طارق يا ترى محقولة يكون عندهم عزيمة مو معقولة صايمين حدا من الولاد نجاح هلأ مو أطفحوصة لا يقوم أبو طارق ربحا له شي ورقة يا نصيب معقولة لأوم لحق حالي بالحلوان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وينو أبو طارق لروا بارك له وينو ولي غربو وين وين رحم محمود بدي بارك لأبو طارق جار الرضا حبيبي وعلى شودك باركي له يوهنا عليه كمان شوفي والتكتم بهيك موضوع مطلوب وضروري بكرة الغانم بصير يدق باب داريك بيكسر ايده بمدة وخدي على اسباب بقى بتقطعوا للقلب واحد بده يعمل عملية لابنته واحد بده يفتح دكانة لابنه واحد بده يشتري سيارة يشتغل عليها والتاني بقى بده يعمر قوضة زيادة ببيته واحد ما مع الحق مازوت والتاني بده يشتري تياب لولاده ووحدة موتت جوزة وولادة وكل قريبينة ماما تاكل وكل واحد بقى بيخترق لك قصة شكل شي مزبوط وشي مو مزبوط بتحتاري من بتك تصدي ويا ريت تنقض على الأهل والقريبين والجيران وبكرة يلي من عشر ستين اجتمعته ومعه في شي سهران بيعمل حاله من أعز أصدقائكم وبيجي مشتاق بقى وملهوف لشوفتكم وبيتذكر وبيتفنن بعبي هديك السهرة الهلوة يلي قضاها معكم وبيتمنى لو تنعادك اليوم ولذلك معك حق جارتنا انك تخبي وما تقولي بس مو علي انا جارتك وحبيبتك ام حمود يلي حرقت ايديها مشان تساعدك ام حمود ممكن تهدي شوي لا فهم منك القصة لك اذا انا هديت انتي لازم ما تهدي يوم لازم ترقصي وتغني شهر لا يول شو شهر سنة بحاله 365 يوم وربع واي ام حمود ممكن تتعطفي علي وتتحنني وتفهمني شل ايه انفرحك هلقات لحتى عم اتظلقتي مرقي زلقتنا معاين لا انا اللي لازم زلغت معك مو انتي انا ولا انتي مفارقة بس فهميني شو سبب أنا إذا خبيتي عن البناية وصائح كله عليقي لازم ما تخبي لحنا بيناتنا قبز وملح وحروقة أنا ما عندي شي لا خبي لا عليكي ولا على غيرك ماشي أوكي أنا بعدي لي لشوف طاح على بيتي أنا زعلت أنت حرة شو قلتين؟ أكيد أنتم زحي هلأ وقت هالحكي أنت كمان الله بيعلم أني أنا فرقت لكم من كل قلبي لأني بحبكم ومستحيل أنا أزعل منكم آي تحبك العافية رجعت تغشمي حالك؟ خلاص قلتلك أنا مالي غريبة وإذا خايفة لأطلع أحكي للجيران لا تخافي سر كبير غميء ما له قرار ما حدا رح يعرفه أبدا لك أنه سر وأنه به الفهميني عن شو عم تحكي؟ للجوزك ما قال لي؟ أخص أخص على هيك الرجال بيقهرمون نسوانون وهم فقراء وقت اللي بيصير معهم ما صاري بيخبون عنهم بس ما له حق ابنو شوفي أم حمود يا أما بتحكي بالمشور معي؟ يا أما الله معي بدي فوت ارتاح لك معقولة أنت هنا؟ معقولة هالعراضات وهالهتافات الله وأكبر الله وأكبر بشعتك مالك حسين؟ أم حمود وصلت معي لهون إذا ما بتحكي الله معي بجوزك يا حوبي ربح ورقيت يا نصيب جوبي ورقيت يا نصيب إيه والجائزة الكبرى كمان كمان زائزة الكبرى أنا ألف مبروك زلغتي معي أنا مبحوحة أنا لا 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 والعيش شكوا شكوا отдель شفتي هاي أولادك عم يزلغتوا ويباركوا لأبوهم بالجائزة رايح أباركلو لأبو طارق أنا ما حقولي؟ الله أكبر الله أكبر مبروك أبو طارق ليك شلون شحطيت؟ زلغتي معاه ما بدك تخبرني خمر السعيدة ولا تزلغت وشحيت ليش ما خبرتك أنا؟ لا ما خبرتني بالله ما خبرتك شونيك انت؟ بس بقى نضعوا علينا فرحتنا مبروك أبو طارق إن شاء الله بتصرفهم على العاف يا إلهي العافيكي إلهي يا محبة يا ودودة يا ودودة إنتي لك إذا ما حبيتك للكنا من مدي حب جميل قصة الجائزة الكبرى مظبوطة؟ أنا جائزة سمعها جميل؟ بتخبي على الناس كلنا خبي بس مو علي ليش لا حتى تخبي عليكي أو على غيرك لو ربحان الجائزة كنت قلت لك ليش ارتلي الأم محمود الله يبارك فيكي وخلينا إياك يا محبة يا دودة أنا قلت له يا ودودة مو يا دودة تفرق صحي بابا صحي مش هنشوك لنا عم المطويت ونزفق ونرود الله أكبر الله أكبر لك صعي زكلتني الله أكبر الله أكبر شكو 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 الله أكبر الله أكبر قمت باباقة ما شعور ما راه الكود ما هي الماسة؟ أخك شبتك فيني ما إذاك يا عندي شي ولا ما عندي شي أنت ما دخلك من النوم فيه؟ أنا حر بروح بيسهر ما بروح بيسهر ما بيجى ما لك أنا رجال طبعاً أنت حر حبيبي بس أنا قصدي يعني مش هندبر أموري دبري دبري امور شو ابن خالتي الدكتور الجراح الجراح فصل فيه اليوم وقالي انه جاي يسهر عنا المسا انت قلت لحالي لا اسألك انت بالبيت ولا عندك شي سهرة مشان قل له لابن خالتي الدكتور الجراح ايو الجراح احلى وسهلة ولا اجلة ليوم تاني لا 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 الليلو الليلو خليجي ماليشي اصلا انا عندي استشارة طبية مشان تطابلت ابني على فكرة ادريت انه ابن خالتي الدكتور الجراح بده يتجوث عام يدور على العروس فقلت لحالي اذا بذهنك شي عروس حلوة من بيت الحلو بتعلم بولة فعرفت الحلوة لا قل له يا هلا ابن خالتي لا 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 انا ما حواليه بنوب يعني انا كل اسكيلات اللي حواليه بشعين مالون طعمة مو حلوين بنوب بيارفو عفوان انسى ورده حواليك شي عروس حلوة لابن خالتي حفواليك من اليوم هو رايح شو ما اعتزت من الصيدلية رح خلي جارنا جميل يدفع معقولين تقلو ما رح خلي يوم شو شتغلي على كيف أنا اليوم بشوف جميل وبحكي معو بقنعو ما ينتقل ساعة واحدة يا أخي أنا ما دخلني سيادة المدير هيك بالدو أضويت أهلين وسهلين أستاذ وسيد كيف يا كامسة أمي الحمدلله سيادة المدير جوا ايه جوا فيني ادخل عنده تفضل أستاذ بس ممكن تعطيني دقيقتين من وقتها دك تكرم عيونك خمس زائلة أحلى سكرتيرا شكرا أستاذ خجلتني حكيت مع المخرج بصوص شو؟ ايوه 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 حكيت حكيت ووافق ووافق يعطيني الدول ووافق بس فيه إشكال بس شو أستاذ ما في شي المسلسل اللي بين إيدي هلأ توزعت الأدوار كلها وما في مجال يوزعليك هلأ بس وعدني بالمسلسل الجاية ما بينساكي أبدا مهمت المسلسل الجاية؟ ما بيطور شغلته قريبة قديش بده أستاذ؟ على شطارت بقى جميل المدير ايه المدير وشو دخل الأستاذ جميل بالمسلسل؟ دخله وقاله علاقة بالموضوع وبعدين بحكيه ليك عرفته هلأ فيني يتفضل بقى؟ تفضل إستاذ أهليه وسيم لو ما أجيت لحالك أنت عتصل فيه أكيد نجحي الخطة تلصت يا ريت كمان ما مشي حال الحال ما تلحلح من محله ولا خطوة يا أخي أنت ما بتعرف تطبيق الخطة أنا عم نفذ اللي عم تقللي عليه حلف حلف يا أما هي الأنصة اللي عمتها عرفتها ما علمت نعم تريه تريه خوة شوفها شو ما علمت محل زي شافتها؟ ايه نعم شافتها شو قالت لأ؟ بمنتهى العزوبة والإنسيابية والرمازية بوشة عالمطبخ سناولي السنتوم بلا شي تفرق فيها قال لي مشان ما أتسمم من أرسة النحلة أرسة نحلة؟ لا هي المرأة اللي عندك مو معقولة منو أنا بيح حياتي ما شفقيك مرأة لا بالقصاص ولا بالحقيقة واسمع مني ها؟ مهما عمرت ما حينفجأ سمام الأمان ارضى بيالي أسملك يا الله خليني كمل مسلسلي طيب شو رايخ إذا قلتلك أنه سمام الأمان انفجر وصار بخبر كان شلون؟ شلون ما بعرضي بس اليوم الصباح أبل ما إيجي على الدوام مريت لعد أمي يشرب في جهة نهوة قعدنا حكينا شوي ما خليت حدا ما عطيناه بالمدلة ايه؟ اتأخرت على الدوام من وصلتي خبرتني أمل أنه أنا متصلة فيه لهون أربع خمس مرات هاي أول مرة بتتصل فيه أنا على الدوام أربع خمس مرات بنفس النهار حتى وأنا قاعد رن التليفون قلت لأ أمل وليل أمالي هون وما رديت عليها بعد ما راحت أمل صفلت هيك ليش هم تتصل فيك إلى الآن؟ معناته أكيد شكوا شكوا يعني بلجت تشكت فيه بجوز إيه؟ وبجوز لا؟ قلبي عم يقل لي إيه؟ لأنه أمل قالت لي أنه أنا كانت كتير ملهوفة لتعرف أنا وين وليش اتأخرت على المدلة على كل خير إن شاء الله لك صعي وسين بدي مننا خدمة تفضل أنت ساعتني بتشعيل النار هلا بلح تساعدني بتطفيتها شلون يعني؟ ما فهمت عليه؟ لأنه أكيد هلأ من وصلتي على البيت راح تبلش أنا تستجوبني منكي 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 داعرف الزق بتحكي إذا هاجت ما في ميني هالدة يا حبيبي يا حبيبي تعليا بيناتنا وتطلع صوتنا ونتبهدل إدام العلم والناس وسيم ما في غيرك يفكني هاه الساعة ثلاثة ونص بتسحب حلب تجيي لعندي على البيت إذا لقيتنا على الأنين بتفكنا وتعزمنا على العشرة لا تخاف أنا أدفع ماشي، الساعة الثلاثة ونصب الضبط بكون عن كون وإن شاء الله تكونوا متخاني حتى نكسب العشاء عشاء؟ يفضح حريشك شو بتحب الفاينة هي، أكيد هي رد رد لا، مرح رد، خليها تغلي غلي لا، أخي رد بلقلك عائل لا، لا تخاف أنا منبه السكرتيرا هي ترد وتقلها مالي هو رد؟ ها، ردي صار لازم ننشي، هلأ بيجي لولاد هلأ أنت عم تحكي جد؟ طبعا جد، تشاو لك راحة مهاممة، معنات القصة مضبوطة لكن يا عمي، ناس بيسمح لن يروحوا قبل نهاية الدوام بساعتين وأنا إذا اتخذت الصبح ساعة بيعمل ليها سرعة شو علي بسيطة؟ لك ليلة؟ لك عم حكيكي إليك؟ مالي فاضي تلك؟ تركيني بهمي انت انهجري إنتي الثانية إلا شو حاملة همها الآن؟ أخده ولا ما أخده؟ إذا ما أخده الصبح بيأخد الظهر مبيروك، أعزوا على العندي وعلى حبل أو على الإجازة؟ وعلى الأثنين، سوا إن شاء الله مدير وافق لي على إجازة أسبوع إن شاء الله ألف مبروك، لك senate تروني على بيتك وترايحي حالك وما بتعبي حالك بالمرة ومن هون لنهاية الأسبوع إذا لم ألاحيت حالك مرتاحة، خليك أسبوع تاني وهيك راح ساوي، بس راح رحوا هلّق على بيت يا الله معي مطنت لعلي يا، ليس مبكرة تركينينا واحدة أكيد، لي طنتني عليك يا الله معي هنا تمان بدي إجازة يلا بحضلها بالكاذب يا ربي منين هي تفاحة؟ هي تفاحتي ليش الممو ما حطت لك تفاحة بالشنطة؟ ليش انت ما أكلتها؟ لا ما أكلتها ليش ما أكلتها؟ هيك أنا حل أخي وقت اللي كنت بالمدرسة ما كنت جعان هلأ جعت إجا على بالي آكلها أنت أخو مراقي؟ ليش عبتت خانة وشباب؟ ما في شي جارتنا مع نتاتا صوتكم واصلة لعندي شو القصة سلي؟ طارق خيران مني لأنه أكلت تفاحة بالمدرسة أما أنا أكلتها هلأ قدامه هو ما مو هتفاحة يأكلها تفاحة؟ إيش انتو مو صايمي؟ شو المناسبة؟ رمضان لسه مطوّر هلأ يعني انتو أخوك اليوم أكلتوا تفاحاتكم؟ هو أكله بالمدرسة أما أنا عم باكله على الدرال سليم تحلق لك حبيبي تعال يا ترى الماما والبابا قبل ما يروحوا على الشغل فطروا؟ ليش عم تسألي انتو شو دخلك؟ إذا فطروا ولا ما فطروا؟ بدك تفطري معاون؟ لا حبيبي ما بدي أفطر معاون أنا عندي فطور بس بدي يطمن عليهم إذا كانوا بياكلوا قبل ما يروحوا على الشغل ولا لا لأنهم بارح أنا سمعت الدكتور بالتلفزيون عم يقول إنه الوحيد لازم لازم يفطر بكير ضروري مشان ما تصير معه أرحة مشان هيك عم بسعلك مشان إيزة ما عم يفطروا مشان نبهونا لأنه الأرحة مرض صعب صعب كثير اللي يعني يفطروا اليوم ولا لا؟ لا أعرف بجوز فطر و بجوز لا بطيف شو قريح أنت طاري التعام اللي وأنت ما بتعرف كمان؟ أنا وأخي مروا على المدرسة قبلهم بقى أما منعرف إذا بيفطروا بعد ما نطلع ولا لا؟ ها إيوه فهمت اقلوا لي يا أبطال أنتو مالكم مبسوطين بالعيشة هون بالحارة؟ حدا عم يزعشكم شي؟ ما حدا عم يزعجنا بس ما حدا بيلعب بطابة بالشارع أحسن لأنو اللعب بطابة بالشارع خطير خطر كتير ما بتعرف بجوزوا أنتو عما تلعبوا بطابة تكسروا لكون شي برور أو تمر شي سيارة مسرعة تفعل شي واحد منكم بالحارة هيك أحسن حارتنا كتير كويسة وما في مثله وإذا أهلكم حبوا ينتقلوا من الحارة لا تخلوون اقلو لنوحنا حبينا الحارة كتير وما بنا ننتقل شو؟ جاهتنا محمل تعريق لي تعرف شو حبيبي سليم؟ أنت شو مصلحتك بالموضوع؟ أنا موضوع؟ موضوع بقاؤنا في الحارة أو انتقالنا منها؟ آآ سليم أنا ما لي مصلحة سوى أنني أحببتكم جدا جدا وحبيت جيرتكم أنا ما بيهون علي إني أنا فارق بكم أنتو ما بتحبوني ليش؟ بيهون عليكم تتركوني وتنتقلوا من الحارة ها؟ أنا مو فارقة معي وإما رحنا مللاقي جيرا؟ وإنت طارق؟ أنا ما بيطلع بعيني شي إذا بابا وماما قرروا أنوا بنا ينتقلوا بدنا ننتقل تاعس لي انتا ظاهر إقناع الأولاد ما رح يعطي نتيجة لازم أخني على الأب طارق؟ انت سمعان شي من الماما أو من البابا قصدت أنهم منها ننتقل؟ لا، ليش انت سمعان شي؟ لا، عجيبة من أين اخترعت هالئمة حمود؟ قصدت أنهم بدنا ننتقل؟ ما بعرف، بس تجي الماما سألها ماذا يعرف لك هالئمة حمود؟ مصايفة بنوب؟ حدا بصوم قبل ما يجي رمضان؟ ما بتعرف، بيجوز يكون في صوم تاني ليش؟ بيصي، يكون رمضانين بالسنة؟ ما بعرف، بس تجي الماما سألها شو هالئمة حمود هاي؟ بيقولوا عنا بيت الحمصي يعطيك العافية دكتور؟ أهلين، أهلين سهلين مدام؟ يا أهلين فيك، بدي أسألك مرل عندك الإستاذ جميل؟ ودفع لك حق الدول اللي أخدته من عندك إم حمود؟ بسيطة، ما مرأ اليوم بيمروء بكرة، شو عليه؟ يعني ما مر اليوم واخدنا عندك حب إلتهاب؟ لا، أنا ما شفته هذا الليك تحاسب حسابه، على كل ما ممكن تعطيني حب إلتهاب، إذا بتريد؟ ايه على عيني؟ بس يكون كويس آه، هذا نوع ممتاز كتير، كل ست ساعات حب دي شكراً كتير لك، بفضل، وياريت تقطع حق إلتك اه، اه، مثل ما رأت أمري شارفي مدام؟ شكراً كتير لك آه، على فكرة، مرأت لعندي إم حمود وطلبت من الدواء اللي أخدت من النوم بارح إن شاء الله عديتها عملت مثل ما قلت لي، تمام؟ برافو عليه، حاكم المرأة، إذا خليناها تيجي تأخذ اللي بتديها، بتأخذ كتير، ما نجلقها ايه، لا تحكي لي عنا، معرفة دخيلي، معرفة شكراً كتير لك دكتور، شكراً لك، شكراً لك، شكراً لك، مع سلامي، مع سلامي، بدا شكراً لك، إن شاء الله، بلاقي جاية مشي، شوينا سيارة السياحة، أهلين هنا، أهلين، شو مالك بالعادة جاية من الشغل على ببكي، شو نقصة؟ مديرنا راح بكير إمنا فرقنا، ها؟ ها، ايوه، مشان هيك ما وصلتك سيارة السياحة؟ وشو عرفك إنه سيارة السياحة ما وصلتني؟ أنا بصدفة، أنا كنت علبة الكون عماء تشماس، إمت شفتك جاية مشي لا، هي وصلتني، بس لعند الصيدالية وراحت ايه، خير، في حدا مريض، ليش الصيدالي؟ نعم، محمود، ما في حدا مريض، بس لحد دفعت الدواء اللي عليكي شفتي هالصيدالي شو طلع قليل أصلي خير، أم محمود، شو عمي؟ ما رضي يبيعني دواء تاني بدال اللي خلاص أبي جوز ما بقي عنده؟ لا، هو هيك قال، أنا ما ستعته، ما بده يبيعني وليش ما بده يبيعي؟ في طار بينك وبينه وراسمك الله لا، أنا، منين الطار بيناتنا؟ بس هو الخاف يكتر عليكم اللحزة، تقوموا تطولوا عليكم بالدفع لا، لا، يا أم محمود، ما له حق ابنه، هلأ بدي خلي جميل ينزل يبهدلو لك لا يبهدلو لاشي، أنا فتحت لكم حساب بالصيدالية الثانية هنو صيدالية؟ الصيدالية، يلي بآخر الشارع وشو المناسبة؟ رحت أخدت من عنده مراهم لإيديي، لقيت كتير عرف قلت لحالي قبل ما ينفقوا، لحي لحالك بكم وحدة امت أخدت ثلاثة، بكفوا ثلاثة ما هي؟ شو في إيديي بلا شو يطيبوها، ما هي؟ يا الله، يشفي لك إياهم؟ أنا، أنا، بدي خبرك خبر، بس وعديني ما تنحري، اي؟ خير، ام حمود، شو في أحكي؟ بتوعديني ما طعيت عليهم للولاد؟ ام حمود، أحكي، الأولاد عاملين شي عاملين؟ لا، بس... بس شو ام حمود، سيبتي لي ركبي؟ فطرو فطرو؟ ما فمت عليكي؟ هلأ، أنتو صايمين ولا لا؟ اللي نفرت صايمي؟ لا، بدك تقليلي، صايمين ولا لا؟ صايمي تحالكم ولا مع الأولاد؟ أم حمود إحنا والولاد؟ معناته لازم تعرفي، طارق سليم فطريم وانت شو عرفة؟ شفتو، لأنه لا سليم عم يهروج تفاحة هلأ، هذا الموضوع اللي صلي في ساعة، وتبي لي لا تنحرق من شانو؟ مبارئ، ببالي رح تدائي الولاد صاموا والله فطروهن حرين، ما هم أنا وجميل صايمين، ويا ريت انت كمان تصومي معنا؟